المجاعة تطرق أبواب السوريين وتلاحق خبزهم وخصوصا في الأشهر الأربعة القادمة هذا ما أكده تقرير أممي صادر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو محذرا من ارتفاع مستويات عدم الأمن الغذائي الحاد في 22 دولة أخرى التقرير عزى الأسباب إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وأزمة المناخ وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن ما يقارب 13 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي والجوع ما يعني أن نسبة الجوع في سوريا تضاعفت خلال ثلاث سنوات ولا يبدو أن الأيام القادمة ستكون أكثر رحمة على السوريين السوريون يعانون من أزمات متتالية من بينها انهيار الليرة السورية وتأثيره في أسعار السلع الأساسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وخصوصا في مناطق النظام الأمر الذي أدى إلى تدهور اقتصادي لم تشهده البلاد خلال عقد كامل وفي تصريحات صادرة عن مؤسسات النظام أشارت إلى أن مناطقه لم تحصل سوى على ربع حاجتها من القمح وذلك بسبب الجفاف وخروج الكثير من الأراضي عن سيطرته ما يعني أن أزمة الخبز وتوابير الأفران التي لم تنتهي أصلا ستكون أشد ضروة في الأيام القادمة